اهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوقت السابع في كل مكان بواصل الجيش الاحتلال الاسرائيلي عدوان المكثف وغير الوصبوف لليوم الخامس والاربعين على قطاع غزة مخلفا الاف الشهداء والجرحة معظمهم من الاطفال والنساء وكبار السن فيما لا يزال هناك المئات تحت الانقاذ لم يتم انتشالهم بسبب الاوضاع الميدانية القطيرة وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للقهرباء والماء ومنع لدخول الادوية والمواد الغذائية وايضا المساعدات الحيوية ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الانساني على حياة المدنيين اكد المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الاثنين ان عدد شهداء العدوان الاسرائيلي ارتفع لأكثر من 13300 شهيد منذ بداية عملية طفان الاقصى بينهم 5600 طفل و3550 امرأة واكد المكتب الاعلامي الفلسطيني ان عدد الاصابات بلغ اكثر من 31000 اصابة منذ بداية العدوان الاسرائيلي بما يعادل 75% منهم اطفال ونساء كما حذر ايضا مكتب الاعلام الحكومي في قطاع غزة من ان الاوضاع وظروف المعيشية لاهالي قطاع غزة في ظل استمرار العدوان والحصار تنزر بحدوث مجاعة وانتشار للامراض والاوبئة وقال المكتب في بيان صحفي ان حدوث مجاعة في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية والاساسية يؤكد بان المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة يرسمون لمخطط خبيث يهدف الى افراغ قطاع غزة وتهجير اهله وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم تتفاقم الحالة الانسانية وتتردى بشكل غير مسبوك وايضا يزداد الوضع الميداني كارثية وسوء لم يبن به قطاع غزة من قبل ايضا اشار مكتب الاعلام الحكومي في قطاع غزة الى ان الاسواق والمحال التجارية باتت تعاني من جفاف المواد الغذائية الاساسية قطحين والزيت والارز والمعلبات بانوحة مختلفة بالتزامن مع التوقف التام لعمل المخابز وبالتالي انعدام مئات الاصناف من المواد الغذائية من السوق بشكل كامل ايضا اكتب مكتب الاعلام الحكومي في قطاع غزة انه الى جانب هذه المعاناة المتواصلة والتي يعاني منها قرابة من 2 مليون و300 ألف انسان في قطاع غزة فان اعداد النازحين من محافظات الى محافظات اخرى اصبحت كبيرة جدا وفوق الطاقة الاستيعابية مما اوجد اقبال متزايد على طلب المواد الغذائية الاساسية غير الموجودة اصلا وبالتالي فان هذا ينذر بحدوث مجاعة وانتشار للامراض والابئة في محافظات قطاع غزة ايضا لفت مكتب الاعلام الحكومي في قطاع غزة الى ان صعوبة الوضع الانساني في قطاع غزة انهج بوضوح جميع المستشفيات وايضا التواقم الحكومية وغير الحكومية العاملة بشكل مستمر في الميدان ويضاف الى ذلك بلودة التقس وهطول الامطار التي رفعت الطلب الى احتياجات ومستلزمات تعين المواطن على التكيف مع المناخ والامطار وايضا فصل الشتاء حمل المكتب الاعلامي الحكومي بغزة المجتمع الدولي والاحتلال المسئولية الكاملة عن تردي الحالة الانسانية وجفاف المواد الغذائية من الاسواق والمحالة التجارية في قطاع غزة حيث تم الاتفاق بينهما على تنفيذ سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ايضا طلب مكتب الاعلام الحكومي في قطاع غزة الانوروا بالقيام بدورها الكامل وامداد المواطنين بالمواد الاغذية والاساسية والمستلزمات المطلوبة بشكل فوري وعاجل وبدون تردد وذلك في جميع محافظات قطاع غزة وليس في محافظات بعيدها كون ذلك من واجبها المنوط بها وضع ايضا الدول العربية والاسلامية بالوقوف امام مسئوليتها وفتح معمل رفح بشكل دائم وينداد قطاع غزة بالمساعدات الغذائية والاساسية قبل وقوع كارثة انسانية حقيقية دي كل التفاصيل المتعلقة بهذه التقطيع اللي قدمناها لحضراتكم ولوصدنا من خلالها اخت تطورات الاوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار العضوان الاسرائيلي على القطاع والقصف المتواصل وعملات اجتياح البري المتواصلة بشكل تام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء